تعزيز قدرات الشباب في مجال المعلومات هدف دفع مصعب رفيه إلى خلق منصة مفتوحة في وجه هذه الفئة وهذه المنصة هي منصة كوبيلوت مصعب رفيه يحضر بعنا في رقنا الظاهرة أهلا بك مصعب أهلا بك للا سنة إذن منصة كوبيلوت مواجهة للشباب تخطل هذه المنصة كوبيلوت كيف تعطيني هذه المنصة؟ هذه المنصة أولا تخلقت عن حاجة لأنه كان محطرة كبير في الكفاءات في مجال المعلومات ومجال الماركتين ديجيتال يعني هذه المنصة أول حاجة كان نديد تيست باش أنك تعرف راسك وش تقدر تدخل هذه المجالات أولا لا وكانت أوريون تيك لإنه مجال فيهم اللي ممكن تخدم فيه كتر ومن بعد منها إذا تقبلت بطبيعة الحال هنا كان شروط كتقدر تدوز واحد دورات كوينية اللي كتخليك قادر أنك تدخل مجال الشغل في هذه الميادين هذه المنصة هل تقدم هذه الخدمة بشكل مجاني أم بشكل مؤدعا؟ كان دي فونداتيون اللي دوليين حتى من بينهم مبادرة تمي بشارية اللي كيدعموا هات الشابب ولكن في طبيعة الحال ما كيدعموش مية في المية كان البعض اللي ماداش في بعض المعايير باش أنه يتقبل خاص وضروري يخلص واللي خاص وليسبيسيال بالنسبة للمنصة هذي اللي هو نتاج دي الخبرة دي المغاربة مقيمين بالخارج اللي ساهمه بشأنه وقد دول وندكروا هنا هذا المشروع هو تمرت شركة بينكم وبين مجموعة من مغاربة أمريكا وكندا اشتغلتوا مع بعدياتكم كنا متعاونين كاملين بشأنه هنا نسجحنا هذا المشروع باش بدأ بدا في بدأت البرومو اللولا ديالو 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 الدابا البرومو الثانية وخاف نفس العام بش حركة تكون المدة ديال تكوين ما بين 14 و13 و17 على حسب مجال بالضبط يعني وشن هما المجالات لك تعرضهم من غير معلومية أقلين هما المعلومية لأن براس المعلومية فيها بزافة المجالات وسط منها متفرعة وكين ماركتين ديجيطال اللي تاوف فيها بطي اليوم أنت من الفوج الثاني في نفس السنة كيف كانت تمار الفوج الأول كانت بصراحة نتائج مبهيرة بالنسبة للشركاء اللي كانوا معنا في هذا الفوج هذا اللي كان نسبة العمل يعني الإدماج ديال هذي الولايات كانت حركة نسبة كانت تجاوز 85% في الديفورماسون اللي كانوا صغار بزعف كانت تقريبا شهرين لذا بتطورنا هذا المشروع كثير واللينا أقل حاجة عدنية ربع شهر كانوا بطبيعة الحركين شوحدين اللي كان عندك مكتسبات قبل ممكن تدخل في شهرين ولكن ربع شهر تتسبع شهر حاليا كان البروغرام اللي عدتنا قادر أنه يجعل الواحد اللي كانوا على خمسة وثمانية في المئة من الناس تقريبا تكترون 72 واحد اللي كانوا الناس ما عندهش على قبل مجال بمرة أول مرة كيسمعوا على واحد المجال وكيدخلوا لي وكانوا عندهم فقدين الأمل بس أنهم يقوى واحد الخدمة وكيقوى أول خدمة واليوم هذه الأمل كتعطيه أنتم كشباب لأقرانكم من الشباب شكرا لك مصعب رفيه شكرا